أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نعاود الحديث أيها الأخوة في هذا المجلس المبارك في إتمام سورة عظيمة عنت بتربية المؤمنين وتحقيق الإيمان والأداب في نفوسهم وهي سورة الحجرات ولألي الهماحة يختصر حول ما ذكرناه في المجلس السابق هذه السورة سورة الحجرات اختلف المفسرون هل هي من المفصل أم لا والحقيقة أن غالبا علماء يرجحون أنها ليست من المفصل خاصة الحنابلة لكن يظهر والله تعالى أعلم أن هذه السورة داخلة في المفصل من حيث مقاصدها مقاصد المفصل المفصل إخواني الكرام ونحن ندلف بين يديه هذه الليلة في سورة قاف يركز على قضيتين اثنتين قضية الإيمان بناء الإيمان وترسيخ وقضية الأخلاق قضية الإيمان هي الأصل والأخلاق لأنه أثر من أثار الإيمان فلا أخلاق حقيقة إلا بإيمان صحيح فعلى هذا إذا قلنا أن هذه السورة هي في تحقيق الإيمان في نفوس المؤمنين وتكميله وتكميلهم بالأخلاق كما قال الله تعالى حبّب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم أي زيّنه بهذه السلوكيات التي كانت ثمرة لهذا الإيمان فإننا نقول أن سورة الحجرات من المفصل من هذا الوجه أي من مقاصد المفصل وإن كنا نقول أن المفصل كما ورد في التحزيب عن الصحابة رضو الله عليهم أنه يبدأ من قاف لكن إنما جعلنا سورة الحجرات من المفصل من حيث مقصدها ومقصد المفصل يتواكب ويتواكفق معهم طيب وقفنا عند قول الله عز وجل يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنتى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرف هنا سؤال تلحظون أن النداءات في السورة السابقة كلها جاءت بلغض الإيمان بالنداء الإيماني أيها الذين آمنوا إلا هذا النداء الذي جعل بعض المفسرين يقول أن هذه الآية مكية وهي ليست مكية فليس كل سورة فيها يا أيها الناس فهي مكية وإنما غالب سورة مكية يغلب فيها النداء لأن الناس يدخل فيه المشركون لكن السؤال هنا حتى يتحقق لنا أن هذه الآية مدنية هو ما سر موضعها في هذه السورة والله عالم بالنظر إلى نزولها ما سر النداء بالناس في إطار نزولها هو حتى الوقت لا يأخذنا هو أننا نعلم أن هذه السورة نزلت في عام الوفوت وعام الوفوت جاءت قبائل كثيرة بعضها دخل في الإسلام دخولا ظاهرا كما دلت الآيات التي بعد ذلك قالت العراب وأمانا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا إذن هذه القبائل التي وفدت لم تحقق الإيمان فما زالت في دائرة الإسلام الظاهر فقدمت بين يدي هذه الآيات التي سنذكرها قالت العراب بقول يا أيها الناس ليشمل تلك الوفود والقبائل التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها فيها نفاق وبعضها لم يتحقق الإيمان في نفوسها فنداهم الله بلفظ الناس يا أيها الناس هذا معنى أول المعنى الثاني هو أن السورة حينما نركز فيها نجد أنها تحقق معنى اجتماع المسلمين في دائرة واحدة وهي دائرة الإسلام ودائرة الأخوة في الدين إنما المؤمنون إخوة فكأن الله عز وجل ناداهم جميعا ليضمهم ثم يبين لهم الحقيقة التي تجمعهم في حقيقة واحدة تجمعهم وتبين شرفهم وهو حقيقة التقوى والإيمان فقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنت وهو آدم وحوى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف انظر كيف ما هذا الأسلوب البديع والبليغ الذي جعل من هذه الدائرة الكبيرة معنى واحد وهو لتعارف هذا التعارف هو المبدأ الذي بني عليه الإسلام وهو الأخوة فحقق من هذه القبائل المتنازعة والمختلفة والتي بينها في الجهلية من النزاع والشقاق والحرب والخلاف قربها وجعلها كلها تحت أساس الإسلام في دائرة التعارف فهذبها وصحح مبادئها وتصوراتها تصورات هذه القبائل هي المفاخرة والنزاع والشقاق لكنها تصوراتها صحية في دائرة إسلام هي التعارف فارجعها إلى هذا الأصل الصحيح الذي أراده الله ثم أرجع هذا الأصل إلى دائرة الإسلام فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم أرأيتم السر أيها الأخوة البليغ في هذه الآية كيف جمع تلك القبائل كلها لتحقق معنى الأخوة في معنى التقوى والكرام به وتنبذ عن نفسها القضية المفاخرة والسباب والشقاق والتنابز فقط هذا المعنى يا أخواني لو حصل في نفوس الناس لا أزال ما في نفوسهم كثيرا من رواسب الجاهلية إن أكرمكم عند الله أتقاكم لو حققنا هذا في الأمة لكفى في قضية قطع كثير من الشقاق والنزاع والخلاف والفرقة والجنسيات والتفرقات هذه والأحزاب فهذه الآية أيها الأخوة هذا مقصدها مقصدها جمع لفي في هذه القبائل التي جاءت إلى الإسلام ودخلت فيه ولما تحقق دائرة الإيمان الحقيقية فأراد أن يوثقها بمثاق الذي أراده الله هو التعارف ويربط هذا المبدأ برباط الإيمان والتقوى فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم فإذا تقرر هذا الأصل في تلك القبائل نسيت ما كان فيها من الرواسب وبينها من النزاعات والتفتت إلى النظر الإيجابية أن يكون تنافسنا وتفاخرنا بالإيمان والتقوى لنحققه ونشرف فيه ثم قال الله عز وجل إن الله عليم خبير هنا قال شعوبا وقبائل ما الفرق بين الشعوب والقبائل؟ نعم هذا معنى أن الشعوب في غير العرب والقبائل في العرب وقيل أن القبائل هي تحت الشعوب فهي داخلت تحت دائرة الشعوب وإنما قال الشعوب ليدخل دائرة الشعوب غير العرب من العجم والقبائل التي دخلت من قبائل العرب التي دخلت في الإسلام عامل وفوت فشمل ذلك كل من دخل في دين الله عز وجل من العرب والعجم طيب قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنها هذه الآيات نازلة في بني أسد وهم الذين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنوا عليه بإسلامه وقالوا إنا أتيناك بذرارين وأموالنا ولم نقاتلك كما قاتلك بنوا فلان وبنوا فلان يعني جاءوا مفاخرة بإسلامهم وممتنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لكي يعطيهم من الغناء والصدقات ما لا يعطي غيرهم إذ أنهم أتوا بغير قتال وغيرهم من القبائل أتوا بعد القتال فهذه مفاخرة وهذه من على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله عز وجل ورسوله في الإسلام فقال الله قالت الأعراب أي هذه القبيلة ومن جاء معها وهي قبيلة كبيرة قالت الأعراب آمنا أتيناك مؤمنين ولنا المنة بأننا نأتينا من غير قتال فقال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا والدليل على ذلك أنهم إنما قالوا ذلك لقصد طلب الصدقات والذي يأتي مؤمنا لا يطلب الصدقات أصلا تأتيه تبعا فلا يكون هذا همه في إسلامه كأنهم آتوا لمصلحة وهي مصلحة الصدقات فهذا يبين أنهم لم يؤمنوا بعد لم يحققوا الإيمان فقال الله تعالى وَلَا تُنْقُولُوا أَسْلَمْنَا يعني دخلنا في دائرة الإسلام بالشهادتين والإقرار بشرائع الإسلام لكن الإيمان في القلب بتحقيق هذا الإيمان الصادق والإتيان طاعة لله ورسوله لم يتحقق ذلك قال الله وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ قوله يدخل يعني يتحقق يتحقق في ذلك فإن الدخول في الشيء يعني التباس به تلبس به قال الله تعالى وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ حقاً لا يلتكم يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئاً يعني من إيمانكم وإسلامكم وما تستحقونه من الأجر والصدقات الصدقات وغيرها لا يلتكم أي لا ينقصكم من أعمالكم وإيمانكم وسبقكم إذا كنتم قد سبقتم شيئاً إن الله غفور رحيم وهنا نلحظ أن فيه تعريض لهم بأن يحققوا الإيمان وأن يستغفروا مما تبوأوا به من المنة على الله ورسوله بزعم الإيمان ولم يحققوا قال الله إن الله غفور رحيم ثم بيّن الله حقيقة المؤمنين إشادة بالمؤمنين السابقين المجاهدين ووصفاً ينبغي أن يتمثل به هؤلاء إن كانوا صادقين فقال الله إنما المؤمنون لاحظوا أن إنما أداة حصر تفيد أن ما بعدها داخل في هذا الوصف لازم قوله تعالى إنما المؤمنون أي إنما المؤمنون كمل لحققوا الإيمان الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يقع في قلوبهم ريب وشك وتردد وإنما التردد والشك ناتج عن الحفوض التي كانت داعاً لإسلامهم ودخولهم في الدين قال الله تعالى وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم قوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم هذا إشادة بالمجاهدين السابقين الأولين بأنهم قد سبقوا وحققوا الإيمان وثانياً هو باعث وداعن لهؤلاء أن يبين لهم أن دخولكم في الدين يستلزم معه أن تجاهدوا مع رسول الله وإلا لم تحققوا الإيمان إذا كنتم أتيتم لأجل مصالح المادية والصدقات ولستم على استعداد وقبول بما يأمركم الله تعالى به ورسوله من الجهات فأنتم ليستم بمؤمنين ولهذا قال بعده لأك هم الصادقون فمن حقق هذه الأوصافة هو الصادق في إسلامه إذن هذه الآية حقيقة في علامات صدق الإيمان صدق الإيمان ما هي علامات صدق الإيمان؟ أولاً الذين آمنوا بالله ورسوله ثانياً لم يقع في قلوبهم ريب وشك في طاعة الله ورسوله وأمر الله ورسوله وحكم الله ورسوله ولم يترددوا في ذلك البتة لم يقدموا بين يدي الله ورسوله في حكم أو أمر هذا صدق الإيمان ثم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ما يدل على أنهم مستعدون للتضحية بأنفسهم وأنهم لم يأتوا لمصالح دنيوية فهذا محظ الإيمان أنهم بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل فهو يبين لهم هنا علامات صدق الإيمان ولكن لا يدل ذلك أن يلخوا أن من لم يجاهد في سبيل الله ولم يحصل له في فترة من فترات الإسلام الجهاد أنه لم يحقق صدق الإيمان وإنما يدل على ذلك أن يكون ذلك متقرر في نفسه ومؤمن به ومحدث نفسه لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية أو على شعبة من النفاق فيبين لك أن من علامات صدق الإيمان أن يكون في قلبك رغبة وصادقة في نصرة هذا الدين بالجهاد في سبيل الله إذا تمكنت من ذلك ويسر أمره وفتح أمره قال الله عز وجل في سبيل الله أي أن ذلك في دين الله نصرة له فعزازا له أولئك هم الصادقون قال الله قل أتعلمون الله بدينكم حينما آتوا وقالوا نحن أتينا وآمنا فكأنهم يعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبينون له ويظيرون له وليس هذا هو الدين أن تقول والله أنا آمنت وفي هذه الآية أيها الأحبة حقيقة أدبا عظيم في هذه الآية أدب عظيم ينبغي التنبؤ له وهو أن الإنسان ينبغي أن لا يعدد فضائله في الإسلام وأعماله يقول الله أنا عملت كذا وترى أنا فعلنا كذا وأسلم على يدينا كذا مظاهرة وإلا إن كان الأمر مخبارا حتى يعني يسر المسلمون بذلك أو يدعم هذا المشروع لا بأس أعماله بالنيات لكن والله يقول والله أنا فعلت وفعلت وأنا يعني فتحت كذا وأسلم على يدي كذا وأصدقت كذا هذا مفاخر ومنا على الله ورسوله لا تجوز وهذا دليل على عدم تحقيق صدق الإيمان وأن هناك دخل في النفوس كأن الإنسان يريد أن يكون له مقاما في هذه الأمة لأجل أنه قدم في هذه الأمان لا وإنما الله عز وجل هو الذي يبعث لك هذا القدر من المقام والفضل والقبول في الأرض بحسب صدقك وإيمانك وبذلك لأجل الله عز وجل صدقا قال الله تعالى والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض لا حاجة إلى أن تخبر بما أنت عملته لله رسوله فإن الله حافظه والله عز وجل سيأجرك عليه وسيمنحك عليه فضلا في الدنيا قبل الآخر ثم قال الله تعالى والله بكل شيء عليم لاحظ أنه بعد أن ذكر ما في السماوات والأرض ذكر علمه بكل شيء ليقر في نفوس هؤلاء الذين أتوا من هؤلاء القبال أن الله يعلم ما في نفوسكم ويعلم أحوالكم ويعلم ما في قلوبكم فلا حاجة إلى أن تظهروا بأرسنتكم ما ليس في قلوبكم فإن الله يعلم ذلك قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان هنا لم يقل بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام قال للإيمان وما هي منة الله عز وجل عليهم أن هداهم للإيمان هو تأجيههم هذا وتقويمهم وتصحيح ما وقع منهم ودعوتهم إلى الإيمان الصادق هذه هداية من الله عز وجل لهم بالإيمان يعني هم منوا بإسلامهم والله تعالى يمن عليهم أن الله تعالى أنه سبحانه وتعالى أراد أن يحقق الإيمان في نفوسهم بتوجيههم بقول إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسولي ثم لم يرتابوا هذا منه من الله عز وجل أن الله أراد أن يحقق الإيمان في نفسك ويدعوك لذلك ويحذرك من أن تمن عليه فيحبط عملك من وهدايا من الله سبحانه وتعالى أن يسوقك إلى ذلك قال إن كنتم صادقين أي إن كنتم صادقين في تحقيق الإيمان وتكميني في نفوسكم ودخولكم في هذا الدين دخول طاعة واستجابة وقبول فإن ذلك ينبغي أن تشعروا أن المن لله عز وجل عليكم أن هداكم للإسلام ومن عليكم أيضا هداكم للإيمان بهذا التصحيح لإيمانكم قال الله تعالى في ختام السورة إن الله يعلم غيب السماوات والأرض يعني هنا كأنه هذه الآية ضلالة ولباس يلبسه الله تعالى لمن دخل في هذا الدين إن يستشعروا هذا المعنى يحقق ذلك في نفوسهم وهو يقنون أن الله يعلم غيب السماوات والأرض فإذا كان يوقن أن الله يعلم غيب السماوات والأرض فإن ذلك يعلم أن الله يعلم ما في نفسه وفي غيبته وما يدور بين الناس في أنفسهم بتلك القبائل وحقيقة إسلامهم فيتقوا الله عز وجل ويراقبوه في ذلك ويكفوا عما كان في نفوسهم من الدخل والحظوظ النفسية إذا كان إذا أيقنوا أن الله يعلم غيب السماوات والأرض ولهذا ختم الآية بقول السورة بقول والله بصير بما تعملون أي كما أنه يعلم الغيب يعلم سبحانه وتعالى ويبصر سبحانه وتعالى ما تفعلونه وما تقومون به من أعمال ومن كلام وتصرفات وأحوال فذلك تحت نظره وبصره سبحانه وتعالى وهذا باعث إلى غرص المراقبة في نفوسهم أرأيتم كيف أن الله عز وجل في هذه الآيات أراد أن يقرب هؤلاء في دائرة الإيمان ويحقق الإيمان في قلوبهم ويصحح نواخل نفوسهم ويقومهم فيما كان فيهم الخلل هذا منة والله منه سبحانه وتعالى وهي منة من الله علينا إذ أننا الآن نقرأ هذه الآيات ونستظهر فيها تربية الله للمؤمنين ونحن بإذن الله من المؤمنين فندخل في ذلك في قبول أمر الله عز وجل بالإيمان لنمحص الإيمان في قلوبنا ونحقق ما أمرنا الله عز وجل به من الأدب ونتحل بما ذكره الله عز وجل من الأخلاق والتوجيهات التي تضمنت هذه السورة ثم انتقلوا إلى سورة قاف هذه السورة التي قلنا أنها مفتتح المفصل والمفصل أيها الأخوة إنما سمي مفصلا قيل لأنه محكم لم ينسخ منه شيء لم ينسخ منه شيء فهو مفصل فصلت آياته وأحكمت ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه عليه ومن حكمة الله عز وجل أن أول ما نزل من القرآن كان سور من المفصل قصار السور وسور من المفصل لماذا؟ لأن هذا المفصل أيها الأخوة يركز على تحقيق الإيمان والتعريف بالله عز وجل واليوم الآخر أصول الإيمان والأخلاق هو في أصول الإيمان والأخلاق ولهذا إخواني الكرام أنا أقول أنه منهج عظيم لبناء أصيل الإيمان والأخلاق في نفوس أبنائنا في أول نشأتهم وألتمس هذا من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه حينما قال وعمره 11 سنة حينما قال وعمره 11 سنة وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفظت أو جمعت المفصل حفظه وليس معنى حفظه حفظا ألفاظ فهو يعني رضي الله تعالى عنه يعتبر حفاظه يعني مقارة بغيره لكنه حفظه حفظا تربويا حفظه حفظا إيمانيا هذا الذي يسمى حفظا حفظ الإيمان والتربوي والتدبر حفظ الهداية والآداب لو أننا جعلنا هذا المفصل أيها الأخوة مبدأ من مبادئ تربيتنا لجيلنا الأول في بدايتهم قبل عشر سنين والله لرسخ هذا الإيمان في قلوبهم ولا سلم من هذه الحرافات والأفكار المشبوهة والشبهات وأبواب الشهوات حقيقة لأن هذا تأصيل أساس وإذا كان الأساس متينا أيها الأخوة لا شك أن ما قام عليه فهو متين لكننا للأسف الشديد قد هدمنا شيئا من أصول تربيتنا وخففنا منه وقللنا منه ورنظرنا إلى مظاهر التعليم ووسائل التعليم والتجديد في وسائله وطرقه وغير ذلك وأساليبه ونسينا أن التأصيل الأصيل الذي يرسخ في قلوب هؤلاء الأبناء ويربيهم ويقومهم حقيقة هو بناءهم على أصول الإيمان وأصول الأخلاق وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وهذا المفصل هو خير ما يبنى عليه هذه حقيقة رسالة أوجهها لكل إخواني من الأباء والمعلمين أن يعنوا بهذا المفصل تربية وتعليما لأبنائهم وطلابهم وما فيه من أصول الإيمان وتعريفا بالله وأسمائه وصفاته وحقائق الإيمان واليوم الآخر والجنة والنار ثم الأخلاق والأداب فإن ذلك والله خير ضامن لهم بإذن الله قال الله سبحانه وتعالى في سورة قاف أولا نريد أن نتعرف على سورة قاف هذه السورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كثيرا في الجمعة والأعيات كما قالت أم هشام بنت الحارث إني حفظت قاف من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأها في كل جمعة ولا يعني قولها في كل جمعة أن يقرأها في كل جمعة وإنما كان يكثر من قراءتها هذا الذي يظهر والله تعالى على علم قد يقرأها في الخطبة أو يقرأ بها في الصلاة يقرأ بها في الصلاة أو في الخطبة فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطى ببقاف وورد أنه كان يصلي بقاف والقمر في الجمعة والأعيات ولو انطلقنا من هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني استهدفوا بها مجامع المسلمين لأنها تركز الحقيقة على التذكير ولهذا جاء ورد فيها لفظ التذكير إن في ذلك لذكرى ولاحظ أي أخوة أن السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في المجامع كلها فيها لفظ تذكير سورة الأعلى في قوله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى وجنب الأشقى وفي سورة الغاشية أيضا في قوله عز وجل فذكر إن ما أنت مذكر وفي سورة القمر في سورة قاف إن في ذلك لذكرى وأيضا سورة الطور كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون فيلتمس من هذا الجامع بين هذه السور أن هذه السور فيها تذكير لكن هذه السورة فيها تذكير في جانب معين عن ماذا تركز هذه السورة تركز أي الأخوة هذه السورة على قضية البعث والجزاء فهي تركز على تحقيق هذا البعث وإثباته بالأدلة وإثباتا لذلك في مقابل تكذيب الكافرين والمشركين في تكذيبهم بالبعث الذي هو أصل كفرهم وتذكير للمؤمنين الغافلين لأن الله تعالى قال فيها إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كثيرا على مجامع المسلمين ففيها تذكير للقلوب بأمر البعث وأدلته وحقائقه وأمر الجزاء تذكير وهذا يجعلنا أقول أيها الأخوة أن من أسس التربية حقيقة التي ينبغي ربي عليها الناس تذكيرهم بحقائق البعث ودأدلة البعث والجزاء ويوم الآخر فإن هذا مما يؤثق الإيمان في نفوسهم ويوكر قلوبهم على الإيمان قال الله سبحانه وتعالى قاف افتتح الله هذه السورة بحرف قاف وهو من حروف المقطعة التي قال العلماء أنها دالة على التحدي العرب أن يأتوا مثل هذا القرآن وغالب السورة التي افتتحت بالحروف المقطعة اتبعت وعقبت الحديث عن القرآن إلا سورتين أو ثلاث سورة النملي سورة العنكبوت والروم ولقمان لا سورة العنكبوت والروم فدل على أن هذه السور وهي مكية فيها تحدي العرب أن يأتوا مثل هذا القرآن وفيها انتصار للقرآن وبناء السورة على أمر القرآن فلهذا قال قاف والقرآن المجيد ولعل سر في افتتاح هذه السورة دون غيره بقاف أن هذا الحرف هو الذي يدور في معظم كلمات السورة فهو أكثر حرف ورد فيها أكثر حرف ورد فيها والعجيب أن الكلمات التي تكررت فيها تؤكد مقصدها وهي إيقاظ القلوب لأمر البعث والجزاء لاحظوا أن كلمة القلب تكررت فيها مرتين أو ثلاث وكلمة القرآن تكررت فيها مرتين وكلمة الحق تكررت أيضا فيها مرتين ليؤكد لك أن هذه السورة فيها إيقاظ للقلوب وإيصال لها بالقرآن إلى الحق المبين في أمر البعث والجزاء وإنما قلنا أنها تدور حول البعث والجزاء بأنها اتبعت بعد القسم وافتتاحها بحرف المقطع الهجاء بقوله بل عجبوا أن جاءهم منذر فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد فالمشركون إنما أشركوا وإنما كذبوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنكم ستبعثون بعد الموت وتجازون فهذا الذي من أعظم أسبابي بل هو السبب الرئيس في عدم إيمانهم بعد قضية أنه أمرهم بتوحيد الله عز وجل ونذي آلهتهم ولهذا قالوا هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد فقوله بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ولماذا قال منذر ولم يقل مبشر لأن سياق الآيات تال على أنه ينذرهم بأمر البعث والجزاء قال الله سبحانه وتعالى في أمرهم فقال الكافرون لم يقل فقالوا قال الكافرون مما يؤكد أن هذا قولهم هو الذي أدى بهم إلى الكفر وهو وصف لازم لهم بهذا التكذيب لأنهم كفروا بذلك من كذب بل عث فهو كافر بدليل هذه الآية فقال الكافرون هذا شيء عجيب يعني تعجبوا من أن يبعثوا بعد موتهم ولماذا تعجبوا من أن يبعثوا بعد موتهم أنهم يقولوا أن هذا الجسد يفنى كيف يحيا كيف يعاد مرة أخرى وكيف يجمع فبين الله لهم بالأدلة أنه قادر على بعثهم بأدلة ساقها لهم كما سيأتي قالوا إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد يعني ما غير ممكن كأنهم يقولون هذا غير ممكن ولهذا يعني النساء نحن يقول والله هذا أمر بعيد يعني لا يتصوره العقل فقالوا هذا رجع يعني رجوع بعيد قد قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم يعني معنى الله عز وجل هنا يؤكد لهم يجيبهم بماذا ما هو الجواب هنا ما هو الدليل الذي يعني قطع عنهم حجتهم هو علمه سبحانه وتعالى بأجزاء الإنسان وتحللها وهذا كافي إذا كان الله عالما بأجزاء الإنسان وتحللها ونقصها في الأرض قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم يعني تحلل أجسادهم ونقصها وانقضائها بعد دفرهم بالتراب وعندنا كتاب حفيظ أن يحفظ الإنسان وأعماله وأقواله وأحواله ماذا بقي إذا كان الله عز وجل عالم بالإنسان وما ينقص وتحلله في الأرض وذلك مكتوب عنده في كتاب محفوظ فهو سبحانه وتعالى قادر على بعثهم وكفى بذلك دليل إذ أنهم لا يمكن أن يقولون أن الله لا يعلم كل شيء ولا يعلم ما يدور وما يكون من حال الإنسان بعد موته في تحلله وغير ذلك ثم قال الله عز وجل بل كذبوا بالحق لما جاءهم وإنما بعد هذا الدليل مع ذلك أصروا إصراراً عنات ليس إصرار مبني على يعني دلاء العقلية أو حجج صحيحة قال بل هم في أمر مريج ما معنى مريج إذا قيل مرج الشي اختلط يعني عقول مختلطة ما عندهم يوم يقولون والله كذا ويوم يقول كذا ما عندهم حقائق بنوا عليها هذا الأمر بل كذبوا بالحق لما جاءهم يعني تكذيب عنات بل فهم في أمر مريج أي مختلط يموج بعضهم في بعض في أفكار مختلطة لا حقائق لها ولذلك المكذب سبحان الله الملحد يختلط عليه أمره والله ما يصل إلى حقائق ما ينتهي أمره حتى يقول أنا الآن تائه لا أدري أين أنا قال الله عز وجل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها خروج هذا دليل مشاهد من أدلة البعث قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها إذا كان الله قادر على هذه السماء في بنائها وفلكها وتزينها فما هو قدر الإنسان هذا الذي ليس بشيء أمام هذه السماء ولله المثل الأعلى لو أنك دخلت إلى يعني مبنى صرح كبير جدا مثل هذا المسجد أو ضعفه ورأيته سقفا كبيرا واحدا متماسكا بزينته وبهاء وجماله فستقول ما هذا الجمال ما هذا البناء المتقن وما هذه الزينة التي فيه سيبهرك وستحكم على أن هذا المهندس الذي هندسه وصوره وأتقنه أنه مهندس بارع عندي قدرة هائلة في الفن هذا مخلوق يعني أوصله الله بعلم علمه وإياه إلى مثل هذه القربة فكيف بمن بنى السماء ذلك الفلك العظيم الذي هو مليء بالمجرات والأفلاك والنجوم والكواكب وزينه بتلك الزينة هذه القدرة الهائلة العظيمة أليس هو قادر على أن يحي إنسانا بعد موته بلى سبحانه وتعالى قال وزيناها وما لها من فروج ومعنى فروج يعني شقوق يعني ما فيها أي خلل ولا فيها أي انقطاع بل هي متصلة بناءا واحدا محكما قال الله تعالى بعد ذلك في مشهد آخر والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهي هذه القدرة الهائلة في هذه الأرض المنبسطة ومعنى انبساطها بالنسبة لهم هم وهذا أيها الأخوة لا يعني إنكار قضية كروية الأرض لأن الله تعالى هنا يخاطبهم بأذهانهم فهي في نظرهم ممدودة في نظرهم ممدودة لصالحهم وإلا لو كانت متعرجة فكيف يعيشون فيها فالله تعالى يمتن عليهم يظهر امتنانه وقدرته فالآيات هذه يلقى فيها قضية امتنان وقضية قدرة وألقينا فيها رواسي إلقاءا وليس وضعا لو كان وضعا ربما تموج لكنه إلقاءا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج امتنانا لهم ونعمة لهم ومنفعة لهم مصلحة ألا يكونوا شاكرين مؤمنين معظمين الله عز وجل مؤمنين به وموقنين بقدرته ثم قال الله تبصرة وذكرى لكل عبد مني هذا الأمر المشاهد وهذه الزينة وهذه الكواكب وهذه الأرض بما فيها يبصرها تبصرة تبصرة للقلب وذكرى هي تبصرة لمن استجد له النظر وذكرى لمن نسيها وغفل عنها ثم شاهدها فهي لمن شاهدها من جديد أو تذكرها بعد نسيان إنها لكل عبد منيب لكل عبد راجع منيب إلى الله عز وجل حينما رأى هذه الحقائق فالله تعالى هنا يقررهم ثم يدعوهم قال الله سبحانه وتعالى وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ هنا أراد أن يثبت نعمة بقدرة وهي أنزال المطر وجعل فيه البركة وأنبت فيه جنات وحب الحصيد هذا نعمة لهم لكن هذا دليل من دلائل البعث كيف؟ ثم قال بعده وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيْتِ ومعنى نضيد يعني مجتمع ملتف الطلع حينما يبدأ الطلع في الشجر تجدونه ملتفا متماسكا ثم يبدأ في الاشقاق والتفرع فقال الله النخلة باسقات يعني طويلة ولم يقل طويلة وأنما قال باسقة فرق أن الباسقة هو الطويل المعتدل المستقيم فأن يبهرك طول هذه النخلة وعدم ميلانها في الأصل والعادة قال لها طلع نضيد أي ملتف مجتمع رزقا للعباد يعني إنما هيئها الله وخلقها وبارك فيها وجعل هذا الثمر فيها رزقا للعباد فهل يؤمنون؟ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا لاحظ أنه انتقل من المنفعة إلى الدليل قال وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا هذا المطر كيف حيات هذه الأرض؟ إنما حيات بهذا الماء بإذن الله عز وجل قال الله كذلك الخروج أي خروجكم من الأرض بأث الله عز وجل ثم قال الله تعالى بيانا لمن كان على ملتهم في التكذيب كذبت قبلهم قونوح وأصحاب الرس وأصحاب الرس هم أصحاب عين سميت الرس الاجتماع الماء فيها وثموت وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وهم أصحاب شعيب وقوم تبع وهم حمير أهل اليمن كل كذب الرسل في قضية البعث فحق وعيد فكأن الله يهددهم بالوعيد هنا ثم قال أفعينا بالخلق الأول ما هو الخلق الأول؟ هو خلق آدم يعني عجزنا الخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بل هم في لبس من خلق جديد لو أن الله عز وجل أراد أن يخلق خلقا جديدا كآدم عليه السلام هم أيضا في لبس منه إذ الأمر متعلق بشكهم وتكذيبهم ليس الأمر متعلق بدليل يبنون عليه فقوله فعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر شكرا